ان شاء الله يتقبل مننا ومنهم ان شاء الله عندي انا ابو عبدالله باقي عندي اللي هو الان الحفلات وما يتم فيها من احيانا شيء خارج عن الارادة واحيانا معنا ابو عن المألوف او يعني ما رتب له شيء جاء مثل فلان من الناس وقال قصيدة اللي هو قصائد احيانا تصير شيء فيها من الهياط وشيء من اللي سموناها الفخر والاعتزاد ما في احد ما يفتخر بنفسه ولا يفتخر بأهله ولا يفتخر ببلده لكن الفخر الممجوج اللي هو انك ترى الناس شيء وانت ما ترى الباقيين يعني الا انهم هذه واحدة الثانية هي لان الفخر بين القبائل كلنا لذلك كلنا ننتمي الى بلد واحد كلنا ننتمي الى دين واحد والله لا افرق بين هندي او بنغالي وبين سعودي ما دامنا مسلمين لكن في الحفلات واحيانا الشعار يجي بينهم فخر وبينهم عناد وانت ممكن تعرف ما يحدث في الافراح والافراح يمره وحده وقد تكون زواج فلان والد فلان ما له الا هالولد ولا ما له هالبنت ولا ما له هالبنتين وهالولدين اذا فخر فيهم وجاب شعار واخطأ هل انا احضر او لا احضر افعل او لا افعل الله طولي في عمرك ابو محمد ويجزيك خير على هذا النقطة هذا هو التوضيح بالنسبة للمناسبات والحفلات اللي حاصل فيها هذا ابو محمد انت فعلا الشي إذا تعد حده انقلبه والمسؤولية تقع على عاتق الشعراء بالتحديد ترى المناسبات بالله العظيم يفرحون وقدمون الدعوات للاصدقاء والزملاء وحفلات اللهم لك او جاب المنشدين بس الشاعر لابد ان يحرص في هذا الجانب ان يكون وسطي في ثناء في مدحة وحنما هذا مقام الشعر يا ابو محمد في المناسبات مقام فخر مقام تهاني مقام تبركات يعني لكن لا تجاوز الحد هل ألوم ألوم اللي يفتخر ويهايط ولا ألوم الكامل الآن يا ابو محمد والإشكالي وين على أصحاب المقام أحيانا تجد المقام ما لهم ذنب يعني أنا قدبت الدعوات للشعراء فالخطة من الشعر ولو أخذناها من باب الفخر والاعتزاز مثل ما ذكرته محمد يعني العرب ترى أمها أصلا من سجد للبيان قبل أن تجد العوثان كانوا يعظمون الشعر والأدب والنذر يقومون الأسواق لتباري الشعر ويسأعطي بالكلام ينتظرون في المقام أنك تعتز وتفتخر بالشيء اللي فيك بدون ما تسيء ولا تسقط على الآخرين حين الآن اللهم لك عمصرنا أخوان وفي المناسبات أنا أقدم برامج وقدم حفلات في المناسبات حفلة ما يحضرها يعني قبيلة معينة ولا أسر معينة يحضرها الجيران وأصدقاء من فهي من أنك ترفع في قبيلتك والله فيها للمقام وتسير لأخير الثنين وإشهم هذا بيطلعون بعد نعم هذوي رجال لهم أفعال لهم تاريخ لهم أم أنك رجل تعطي كل ذي حق حقه وتثني والآن الحمد لله وفي هزيم الوسطية يأطيها سلام شعراء شاعر المتسول في عالم الشعر هذول اللي هيطون هذول إذا جاء الحفلات عندها قصيرة وحدة وحدة منه عندها اليوم والله اليوم أسبو محمد أوش أخباره رعي ريال قال إياه قام طلعك وحط اسمه يركب عليه كل الأسامل ثم نجي ثم يعطيه إياه هذا طيب لا بسمع القصيدة ولا القصيدة تروع فيها بيوت حتى هو يستحي من روحه يقول جاء وش تلحس وان جاء أنا ما هو في ذاعة يكل معاي ولا ما نجد هو يستحي ثمين إلى منه انتهى عطى حق طريقة راح جاء دق على واحد ثاني قال فيه اليوم فلان عندي عرس قال أخبار مورة يعطي عطيتها طيبة ولا أما الفيه ثلاث تلاث تلاث فيه سيارات حتى الفين لا فيه أربعين ثلاث تلاث 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 جزل في العطاية قال جزل قام طمك ثمين راح ونفس الكلام ولا فتشته ولا كل قصيدة داهرة على كل شخص ما قلتم فيه زين أذكر واحد أذكر بالخير توظف فيه ست وظائف الكلام هذا قبل عشر سنوات وبراء كل ما ما عجبتها الوظيفة في ذي قال منه المسؤول عن الدائرة فلان قال فلان صقت اسمه ثم أجلدها عنده في مكتب ثم ما طلع لا موقع للمعاملة يعتمد توظيفه وعلى هالحال تكسب بهذا قصيدة فهذا نقول لك أن الشعر اللي فيه هذا قليل موجود ولكن فيه ناس ما شاء الله الشعراء لهم حضور وذا جاء في الساحة والله يقدم الشيء اللي يخدم أو شيء الدين والمكان ويعطي انطباع وخلي الحضور كلهم يستفيدون من القصيدة تصير عامة للجميع يشكر على المكان وعلى المكان وعلى زواجه ولده وعلى المناسبة اللي وحطها وعلى كده أنا ذكر مرتمرات واحد في أحد المناسبات يمكن حوالي ثلاثين جيب اللي قدمها للشعراء ثلاثين جيب الكلام هذا من حول خمسة عشر سنة زين ثلاثين جيب ويجي واحد من نفس القبيل قال لا انت ما تاخذ قال ليش قال لا انت هذا واجب عليك قال انت واجب عليك هذا ما لك ما تاخذ ولا هلا لا يا الله هيا والله هيا والله جي للخاتم يا والله علشان نبن عم هذا واجب عليك ولا تاخذ ولا هلا لا يا الله روح فيه من الكلمات اللي يمكن نقول افعل او لا تفعل سويل